نعم لقد قلت عنها إنها إبادة جماعية من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول ببساطة إلغاء حتى فكرة أن يكون بوسع المرء أوكرانيا الأدلة تتزايد وهناك المزيد من الأدلة حول الأمور المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا سنكتشف المزيد والمزيد عن حجم الضمار وسنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرروا ما إذا كان ذلك يعتبر إبادة جماعية أم لا لكن من المؤكد بالنسبة لي أن الأمر يبدو كذلك